سؤال كويس جدا هنتكلم فيه زي كل اطبع كل عناصر اللي موجودة في الاري كويس بجابة ممكن تعمل كل حاجة تمام الجمل الشرطية فيها and and or or مفيش مشكلة فيها نشوف دلوقتي ده مثال اتبعت النهاردة كان فيه غلطة صغيرة جدا هو بيقول ايه هو بيحاول يشوف الاري اول عنصر فيها اسمه اسلام والمرتب اقل من ستمية يخش جوه الكنديشن طب else كان مكتوب هنا الاري zero equal equal خمسة تسعة تسعة دي معناها ايه دي معناها هل القيمة اللي موجودة في الجنب الشمال بتساوي القيمة اللي موجودة في الجنب اليمين وهنا طبعا لان دوت مش محل يرجع فيه اه اجابة منطقية فبتطلع error تمام؟ يعني فين الناتج هيطلع هيظهر فين؟ ولا فيه اف كونديشن ولا فيه بوليان variable فكان فيه غلطة هنا ان equal equal بتقول اللي تنب بيساوه بعض ولا لاا لكن equal واحدة بتبقى للتخصيص بخصص القيمة اللي في اليمين في الشمال تمام؟ دي غلطة صغيرة كده وفيه غلطة ثانية هنا في مثال تاني هو كاتب ايما واسلام والسلري خمسمائم بيقول افر النام اقوال ايمن بصوا ركزوا معي عشان نعرف الانر اف ممكن توصل معنا الاف كاتب هو النام واحد اسمه ايمن كويس صح لكن انا هي الاسم ايمن او ايمن وفيه شرط او اسلام هنا الالس دي الالس اللي موجودة هنا اللي بعدها بيعمل تشيك على اسلام دي معناها ان يكون اسمه بص يكون اسمه ايمن ويكون مرتبه اكتر من مية ويكون مرتبه مش اقل من تلتمية عشان خاطر يخش في الكنديشن التاني اعليش معزلة على الكامتاسيا فترتيب الاف مهم جدا جدا عندنا ترتيب الاف والالس مهم جدا جدا عندنا ما بيطبعش انا اللي مش بيطبع انا بعتلك التصحيح يا عدنان صح ببتلك بقى يطبع ازاي يعني ماشي مفيش مشكلة يعني الامس اللي كان فيها غلطات صح احتها اللي وصلتنا على الايميل ممكن يكون حد بعتلي في حاجة ومخدتش بالي يعني او على فيسبوك وكده فما زلتا انا قلت يعني ابعتولي على الايميل وكتبوا اس ا جي او جي وانا هقرأ المسال وارد عليكم طيب طيب نيجي النهاردة نبتدي في موضوع مهم جدا 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 ايه موضوع ده هوت انا دلوقتي المفروض ان البرمجة بتسهل للناس حياته طيب ازاي البرمجة تساعد في تسهيل الكود بالنسبة لي او البرمج نيجي ناخد هنا مثال انا دلوقتي عايز اطبع الاعداد من واحد لعشرة عايز اطبع الاعداد من واحد لعشرة هطبعها ازاي هاضطر اكتب سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تانية تسعة عشرة وبعد كده هطبعها واحد واحد طيب لكن نمسك الكلام اللي انا قلته كده بالراحة انا قلت ايه بالزبط كده انا عايز اطبع الاعداد من واحد الى عشرة اطبع الاعداد من واحد لعشرة يبقى نمسك الكلام بتاعنا واحد انا عايز اطبع يبقى دي جملة اطباعة الاعداد من من يعني فيه نقطة بداية صح و الى في نقطة نهاية يبقى انا كده لو معي ورقة وقلم هكتب هطبع ونقطة البداية بتاعتي هي السفر ونقطة النهاية بتاعتي هي العشرة فيه خلاف اللي انا بقوله كلام عادي جدا بنكتبه في ورقة طيب هسأل سؤال هو انت عايز تطبعها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة والله عايز اطبعها سفر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة هتكون الايجابة لا اطبعها رقم رقم واحد واحد فظهر حاجة عندنا اسمها لوبينج اللوب اللي هي التكرار النهاردة موضوعنا هيكون عن التكرار ازاي اقدر اقرر جملة او اقرر كود بعدد محدد او لا نهائي من المرات كويس؟ طيب ازاي بقى اعمل كده؟ في عندنا اول طريقة في التكرار انها هاخدها النهاردة ان شاء الله هي الويل وال يعني حتى فانا اي اي لوب زي ما اتفعنا ليها قيمة ابتدائية قيمة نهائية مقدار الزيادة يبقى لو جينا كتبنا عندنا هنا لو احنا مع بعض كتبنا كل واحد يكتب عنده ملاحظة كده اي اي لوب عندي لازم يكون ليها قيمة ابتدائية قيمة نهائية مقدار زيادة تمام؟ طيب نيجي في الويل اللي هي اول حاجة عندنا الويل انا عايزة على الاعداد من واحد العام بالعشر فقولت ايه؟ هنا دي الانيشيال value هنحلي ها دي الانيشيال value ماشي؟ هنا ده مقدار الزيادة هنا ده الايه؟ اه دي here هناك كويمة النهائية. كويمة النهائية مثلا نقول final. هنا. مقدار الزيادة. تمام? يبقى عندي كويمة ابتدائية كويمة نهائية كويمة نهائية مقدار الزيادة. طيب واحدة واحدة. طيب الويل عملت ايه? الويل عملت كأنها قالت هي اقل من او بتساوي العشرة? هي اقل من عشرة? لا. الجي بصفر. فاي اللي حصل دخلت جوه القوسين. تمام? وطبعت الجي اللي هي بصفر. جات في السطر اللي بعديه. لقيت اه ده الجي بقى بتساوي الجي زائت واحد. نخلي بالنا. الكود بيمشي كده. واحد. سطر. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. ركزوا معي بعد كده. حداشر. اتناشر. تلاتة. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. لحد لما الكونديشن بتاع الجي بتاع الويل. يبقى غلط. هنا اول مرة بايه? الجي اقل من او بتساوي العشرة? true. فعمل ايه? طبع الجي. هيفضل يزود الجي. ويروح يشوف. هي الجي بقى واحد. هو الواحد اقل من العشرة? اه. true. هخش جوه تاني. لحد لما اوصل ان الجي بتساوي عشرة. هي الجي بتساوي عشرة? true. هطبع. اخش تاني. هي الجي بتساوي احداشر? لأ. هطلع برها. نرد المسال دوت. واللي بتدري نتكلم واحدة واحدة تاني فيه. ايه اللي حصل? طبع للاعداد. سفر لحد عشرة. واعدين طبع انت. تمام? يبقى التكرار. اللي هو من اول انواعه. الويل. كل انواع التكرار لها شروط سبت. الا وهي. قيمة ابتدائية. قيمة انهائية. اللي بيتحقق عندها الشرط. وتوقف التكرار. بعد كده مجدار الزيادة. مثال مثلا. في حياتنا العمرية. انا قلتلك. اه. اقول الاعداد الزوجية. من سفر لعشرة. فانت انت بتعمل ايه? بالزبط بتعمل كده. بتبتدي. تقول في دماغك. فعقلك انت بتقول ايه? سفر. لا. ده مش عدد زوج. طيب. اطلع كمان اتنين. هقول اتنين. هي اللي اتنين. اقل من العشرة اللي قال لي اوقف عندها ولا لا اه? لا مش اقل. خلاص. هقول اربعة. يبقى هزود كمان اتنين وقول اربعة. طب هي اللي اربعة. هي العشرة اللي قال لي اوقف عندها ولا لا اه? لا. دهنا لسه محتاج تاني. طيب. يبقى زودة خليني ستة. هي الستة. هي القيمة اللي قال لي اوقف عندها? لا. دي اقل من العشرة لسه. تمانية عشرة اه ده قال لي قف عند العشرة. حطب على العشرة وابقى اتناشر. في دماغي جي اتناشر هي اللي اتناشر اقل من العشرة. لا يبقى مش هقولها له. يبقى كده معناها ان انا مش حطب عنه. تمام? التكرار هو قاعدة اساسية كده. كل الحاجات اللي بنستخدمها في الجافا هي جاية من تفكيرك المنطقي جدا. سواء تكرار سواء سواء تعارفات اي حاجة احنا بنحاول نبسط الحياة العملية عن طريق الكود. فاعتبر الكود ان هو حياتك العملية. تمام? دي الويل بشكل سريع جدا. طب لو عايزين نقبع العدد الزوجية بس هنقول هنا بدلا ما هي زائد واحد زائد اثنين. لو عايز اقبع كل تلات اعداد اقبع زائد التلاتة. يبقى هنا بعيد اول مرة بسفر دخلت بسفر بعد كده زائد يبقى بتلاتة بعد كده بستة بعد كده بتسعة نرن نشوف الموضوع دوت طبعة سفر اللي هي اول قيمة دخلت عندها خالص بعد كده زائد التلاتة رجعت التلاتة اقل من العشرة ايوا تلاتة اقل من العشرة طبعتها تلاتة ستة اقل من العشرة تسعة اقل من العشرة اتناشر مش اقل من العشرة فطبع الانت. فكرة التكرار واضحة. نرجع كده خمس دقائق الاسئلة فكرة التكرار نحن 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 والله يا جماعة في جي بلاس بلاس وكده انا مش عايز استخدم حاجة لسه ما وصلنا لهاش في المنهج عشان ما نصعبش على غيرنا. تمام? طيب في حد التكرار عنده مش واضح. ما شاء الله هم اربعا اللي قالوا. طيب. ناخد مثال كان حد بيسأل وبيقول ازاي اطبع الاعداد كلها اللي في التكرار. نشوف سؤال تاني. تاني. جيب زائد تلاتة معناها نقبع اعداد كل تلاتة بالزبط. هطبع الاعداد كل تلاتة. الصوب يقطع عندكم? طيب خير هتكلم بالراحة وعشان الشيرينج بس يا جمال. طيب دلوقتي هنجرب نطبع الاعداد كلها اللي في المصفوفة. كان حد سأل وقال انا عايز اطبع الاعداد اللي في المصفوفة كلها او اطبع المصفوفة كلها. فهعمل ايه? هاجي مسلا ناخد المصفوفة اللي عملناها مرة اللي فاتت. ده مسلا. وهاجي هنا اعمل كومنت للكوت بتاعي. كده انا عرفت مصفوفة كلنا طبعا عارفين ايه المصفوفة بنعرفها ازاي? ماشي? طيب نعمل ايه بقى? ايه هي الكومة اللي بتدقي بتاعتنا? هقول انت اي بتزاوي زيرو. في اي حاجة في الدنيا بتبدأ اقل من زيرو? مفيش عدد صحيح يعني مفيش. ماشي? طيب هقول ايه انا عايز اعمل ان الجي اقل من اقل من ايه بقى? اقل من الاي الري. ضد لينس. ايه ده? ايه اللينس دي? ما اخدناش اللينس دي مرة اللي فاتت. اه ما اخدناش اللينس ليه مرة اللي فاتت. اللينس دي. فانكشن فانكشن. في الري بتجيب لي الطول بتاعها. يعني انا لو جيت هنا هون. وقلت له. اطباع لي. الري. اللينس بتاعها كام? تمام? هيقول لي اللينس كام? هيقول لي اتنين? لا هيقول لي تلاتة. لانه بيقول دي تلات دور. طيب بس لما انا استخدم الوين. ليه بقول له هنا الجي اقل من الاي الري دوت لينس. عشان انا لو قلت له هتلي اللي في الدور التالت. ابقى انا كده غلطة. لان انا ما عنديش جرد دور. سفر واحد واثنين. سفر واحد واثنين. لكن لما اجي اتكلم اقول لي دي كام? دي تلاتة. لكن لما اجي زي ما نفهمنا في الري نية بتبتليه سفر واحد اتنين. اقول له هنا ايه بقى? اقول له اطباع لي الاي الري اوف مين بقى? اوف جي. فاول مرة تجيب كام? بسفر. فيباع لي اي اري بسفر. ايباع لي اي اري بواحد. يبقى هقول له هنا جي بتساوي جي زائد واحد. عشان تزيد كل مرة. تمام? لو جينا عملنا ران للمسال. عمل ايه? طبع لي تلاتة. طبع علي انا اسم. خمسة اتنين سفر. دي التلاتة دي بتاعت اللينز. ماشي? ده بس كان عشان اللي سأل قال ازاي اتبع? طبعا انا ممكن اقول له كده. ممكن اقول له تلاتة. لان انا عارفهم قدام عناية. لكن مش منطبيعي ان انا بكتبهم بايدي. لازم اخدها باللينز. عشان اكون متأكد تماما ان مش هيحصل مشكلة. وخلي بالي ان انا هنا حاطت اقل من. مش اقل من ويساوي. عشان لو عملت اقل من ويساوي اللي هيحصل. هيطبع معي مرة والتانية والتالتة واضرب. ليه? لاني من نسبة له اي اري اوف تلاتة دي مش مسموح اخرج اي اري اوف في اتنين. تمام كده? وصلت للي عايز يطبع الحاجات كلها اللي في المصفوفة. تمام. طيب ممكن نفتح تاني. الشات عشان خاطر نعرف الناس وصل لها الويل ولا لا. لو احنا فهمنا اللوب كله ازاي التكرار خلاص اي نوع بعد كده سهل. عرفنا ان التكرار كله بيعتمد على قيمة ابتدائية. قيمة نهائية مقدار زيادة. تمام? ما فيش مشكلة. في حد مش فاهم التكرار. التكرار نفسه في حد مش فاهمه. اعتبر كله فاهم. طيب. الحمد لله. في حد مش فاهم الويل. في حد مش فاهم الويل. خلاص نتوقع الله نروح لتاني نوع من انواع التكرار. احنا بناخد يا جماعة عشان لو معنا حد ادفانست شوية. احنا بناخد الاشكال الاساسية جدا في كل حاجة. اللي بتكتبها ويطلع النافق صح. وتعرف تبرمج بيها. في اشكال تانية ممكن نخليها في امثلة او تعرفوها انتم من بره. جيتاني نوع عندي اسمه الفور. يبقى انا لو جيت اقسم اللوب. هقول اول حاجة عندي ويل. حتى. والفور. تمام? ايه بقى الفور? الفور زي الويل. كل مابتدائية. القيمة النهائية اللي بتحقق عندها الشرط مقدار الزيادة. طيب نفس المثال بتاع المصفوفة بالزبط. قولنا قيمة ابتدائية. مقدار الزيادة. القيمة النهائية اللي بتحقق عندها الشرط. طيب الفور? هقول فور. بس مسهلة لي في ايه بقى? ان كلهم جنب بعض. انت. اي ساوي زيرو. سيمي كولوم. الاي اقل من. معلش نخليها زد مسلا. زد. اي اري. سيمي كولوم. الزد بلس بلس. اللي حصل هنا بقى? حط التلاتة ده وده. حط التلاتة. القيمة البتدائية. القيمة النهائية والشرط اللي بتحقق عنده العدد النهائي في سطر واحد. بقت فور. انت الزد بتساوي زيرو. والزد اقل من اي اري دوت لينز والزد بلاس بلاس. وهنا هعمل ايه? هعمل سوس اوت. اي اري اوف زد. دي هي هي بالزبط دي. تمام? الفور كده بالشكل ده. فيه حاجة غريبة. ليه هنا سيمي كولوم? السيمي كولوم معناها نهاية جملة. طيب هو انا ينفع احطهم برا اه ينفع. ممكن اعمل كده. يبقى كده عملت ايه? عرفت القيمة اللي بتدائية. برا. ودته هنا سيمي كولوم معناها ان انا مش هيبقى عندك قيمة ابتدائية جوه الفور. ده انت هتلاقيها من برا. طب وينفع شين المقدار الزيادة من هنا? اه ينفع. وحطه هنا. مقدار الزيادة? معلش انا اسف اه الشكل بلاس. بلاس بلاس. وده مقدار الزيادة عندنا. تمام? طيب عشان بس معنا ناس كيف بتتقول على زائد زائد. انا لما باجي ازود الرقم مرة بدل ما بكتب كل السطر ده بكتبها ايه? زد بلاس بلاس. زد بلاس بلاس. معناها زود الزيت بواحد. زود الزيت بواحد. طب زيت ماينس ماينس. نقص الزيت واحد. طب زيت بلاس تو. بس كده. زود الزيت بايه? باتنين. اللي هي نستخدمها زيت بلاس بلاس. تمام? طيب الفور كده. فيها مشكلة ولا سهلة برضو? زيها زي الويل. كل الحمد لله فاهم الفور? طيب كويس كده. في حد عنده اي سؤال في الفور او الويل? طيب كويس كده. طيب ايه؟ طيب كيس كده. طيب كيس كده؟ طيب ايه دو? دو افعل. طيب ايه افعل حد. طيب ايه الاختلاف? الاختلاف بين الويل والدوويل. حد يمكنك اكتب لنا الاختلاف بين الويل والدوويل بسرعة. حد يلينا فرق بين الويل والويل. كويس جدا. انا هعمل ايه? دلوقتي هناخد مثال تا. دوويل شايفيني الشرط فين? الشرط في الاخر. طب ايه اللي حصل كده? منطقيا. اللي حصل ان هو دخل نفذ الاول الجملة وبعدين شاف الشرط. يعني اول ما جيه قال له دو. افعل. افعل ايه? اطبع الري. وبعدين زود واحد. زي ما بقول لك ايه? اه. عايز اقول لك مثال. اعمل كزا. وبعدين شوف هو اقل من عشرة ولا لا. يعني قلت لك اكتب رقم. وبعدين اتأكد الرقم ده اقل من عشرة ولا مش اقل من عشرة. فالطبيعي انك هتكتب الرقم الاول. وبعدين تعمل كونديشن عليه هو اقل من العشرة. ولا مش اقل من العشرة. تمام? طيب. ناخد مثال كده سريع. نركز فيه مع بعض. اقل من العشرة على ان انا عايز اقل الاعداد الزوجية. بس باستخدام الاف كونديشن. فهعمل ايه? مسلا هقول انت واي بتساوي زيرو. او نستخدم الفور اسهل. فور انت. اقل من عشرة. انا عايز اقل الاعداد لحد عشرة ولا بالعشرة كمان? نقول بالعشرة كمان. والواي حديد كل مرة بواحد. طيب وبعدين اقول اف. الواي باقي الاسم مع الاثنين تساوي زيرو. اعمل. ايه ده? ايه باقي الاسم على الاثنين ديت? يعني لو اتقسمت على الاثنين هيبقى زيرو ولا لا? طب الاربعة لو اتقسمت على الاثنين هيبقى كام? اتنين? لا مش كده. باقي الاسم معناها ان انا هفضل اقسم على الرقم دوت لحد لما ببقاش في مجال الاسم. طب ازاي? هنقول مثلا ستة. الواي هنفترض ان هي بستة. ستة باقي القسمة على الاثنين يعني معناها ستة على الاثنين. اتبقى كام? اتبقى تلاتة. طيب تلاتة على الاثنين. راح اتبقى واحد. هو الواحد ينفع اا يتقسم. الواحد ينفع يتقسم على الاثنين? لا يبقى واحد. لو جينا هنا. طبعنا? ايه اللي حصل? طبعا الاثنين والا اربعة والستة. ما عليش انا ااسف انا قلت حاجة غلط. ااسف. باقي الاسمه. يعني الاثنين مهما تزيد هل هتوصل للرقم ولا لا? يعني مسلا لو قلنا خمسة. خمسة اتنين في اتنين بكام? باربعة. فرق بينها وبين الخمسة قد ايه? واحد هو الواحد ده بيساوي الاثنين? لا يبقى هنا مش هيتحقق الشرط. طبعا? باقي القسمة يعني اللي بقى من لما اقسمه على الاثنين او مش من مضروب الاثنين بيساوي واحد. ده كده بيطبع للاعداد الزوجية فقط باستخدام الاف كوندشن. تمام كده? في حد عنده مشكلة في الدول. خمسة على الاثنين بتساوي اتنين وتبقى واحد بالزبط. بالزبط. ايوة انا ابتدت بالسفر. فهو سفر على الاثنين تبقى سفر. لكن الصح ان انا ابتقى بالواحد. مابداش بالسفر يعني. لو احنا هنستثني القاعدة دير. هو كده هيطبع ايه? طبع اتنين. السفر والاثنين اللي فوقيها بتاعت الكوندشن اللي قابله ايه. وبعدين اتنين اربعة ستة تمانية عشر. اتنين يساوي عشان المقارنة. لو يساوي واحدة بس دي كده يبقى التخصيص. بتخصص القيمة اللي في اليمين في الشمال. لكن يساوي يساوي معناها بقارن القيمة اللي في اليمين بالقيمة اللي في الشمال. طيب. جي مثلا انا دلوقتي عندي تكرار قلتلك كرر من واحد لالف بس لو تعبت اوقف ما تكملش. كويس بقول لك ايه? كرر من واحد لالف. بس لو تعبت ما تكملش. او عشان تبقى بشكل برمجي شوية. نقول. طيب نعيد المثال تاني قبل ما نخش في الايه? في المثال تاني بيقول ايه? عايز اضبع الاعداد الزوجية اللي موجودة من واحد الى عشرة. طيب. هنا. ديد. اتني اه واي بتساوي واحد. القيمة البتدائية. هي الواي. اقل من او بتساوي القيمة النهائية? لا لسه مش بتساويها. خلاص زود الواي بواحد. او اعمل اللي جوه هنا وبعدين زود الواي بواحد. طيب. هي الواي. باقي الاسمة بتاعتها على الاثنين. تساوي سفر. يعني مسلا دلوقتي اول حاجة نقول ايه? اتنين. على. او نقول كده اللي هي مضروب الاثنين. مضروب الاثنين. هي الواي. بتساوي مضروب الاثنين? يعني. اول مرة هتبقى بواحد. الواحد هتطبع لا. لان الواحد. باقي الاسمة بتاعته على الاثنين. بتساوي واحد. مش بتساوي سفر. فمش هيخش جوه الفور. هتيجي تاني مرة اتنين. اتنين باقي الاسمة بتاعتها على الاثنين بايه? بسفر. مفيش باقي للاسمة. انا قسمت الاثنين على الاثنين. طلقت سفر. طبعا. بعد كده. التلاتة. التلاتة باقي الاسمة بتاعتها على الاثنين بتساوي كم? واحد. فمش هيدخل جواها. الارباعة باقي الاسمة بتاعتها على الاثنين بتساوي كم? سفر. فيدخل جواها. ويفضل كده لحد لما خلص العشرة. في حد مش فاهم كلمة باقي الاسمة? شايفين معي المسال اللي قدامكو ده? كله شايفي الوايت بورد? انا هسطوب الشيرنج. ماشي? عشان كله يجكز معي فاقي الاسمة. تمام. مين يقدر يقولي الناتج هنا? الناتج بقول ان مفيش هنا حاجة هيبقى في الاخر هنا واحد مهما اقسم هيبقى واحد. طيب لو غيرت دي وخلتها خمسة. بحلها ازاي? بقول اه كمسة على الاتنين? يبقى انا ممكن احطي هنا اتنين واطرح هنا اتنين في اتنين باربعة. تمام? حيبقى في الاخر كام? برضو يبقى في الاخر واحد. غيرت دي وخلتها ستة. ستة. يبقى احط فوق هنا كام? احط فوق هنا تلاتة. ويبقى ايه? اتنين في تلاتة بستة. يبقى حاجة? ما يبقىش حاجة. يبقى سفر. دي معناها باقي الاسمة. باقي الاسمة على الاتنين. يعني ده القيمة. ودي القيمة اللي بتقسم عليها. اللي يبقى بر. اجيب بس ده كده. دي القيمة. وده القيمة اللي بيتقسم عليها. وده اللي بيبقى في الاخر. وصل للمسال كواس جدا باقي الاسمة. نقول باقي الاسمة على الاتنين. طب باقي الاسمة على التلاتة. مسلا نمسح ديت. نقول باقي الاسمة على التلاتة. الستة باقي الاسمة بتاعتها على التلاتة بكام? فيها اثنين. ويبقى حاجة? ما يبقاش حاجة. في حد لسا ما وصلوش. اااا في حد لسا ما وصلوش موضوع بقى الاسمه طيب في حد اللينس يا حسين ديت موجودة جوه الاريه هناخدها بعدين لما ناخد الاريه كويس عشان تجيب لي طول الاريه الطول بتاع الاريه ايه ماشي طيب ممكن احنا دلوقتي ناخد استراحة اللي عنده اسئلة ممكن نجاوب عليها انا هوقف حتى التسجيل عشان ما نبقاش دلوقتي ان شاء الله هنشرح ازاي نسيب اللوب ازاي نخرج برا التكرار زي ما كنا تكلمنا قبل البريك كده سريعا قلنا ان انا بقول لك اه مسلا عد من واحد لامية بس لو تقبت اخرج او بلاش اعيد ايه المثال ثاني ماشي المثال المثال التاني هنعيده اه المثال هو الاكس بتسوي كام عشرة الواي بتسوي كام عشرين هو اقول هنا اف الاكس بتسوي بتسوي عشرة صح ولا غلط اهو بالراحة كيب انا اللي انا عامل عليه هاي لايت ده ما تشوفوش الاكس بتسوي كام عشرة صح خلاص مش هروح للشرط التاني انا هغير الشكل ده ما عيش عشان يبقى سهل على الجميع ملاش اعكسها فهنا عمل ايه شاف الواي ما شافش الواي خالص لان ده اور فالاور بيكفي ان شرط واحد بس يتحقق علشان خاطر اخش جوه الاف صح ولا غلط لكن في اللونج راح يشوف النحيتين حتى لو الاولام true فراح يشوف برضو التاني يتأكد هو true ولا false مع انه مالوش اي لازمة يبقى اللي اتنين جنب بعض بتكتفي بتحقيق شرط واحد بس وبناء عليه بقيس ولو الشرط ده مش لا يكفيني بروح للشرط التاني زي الاند مسلا الاند لو طلع الاول بترو لازم اروح للتاني اشوفه true ولا false لكن لو القلب false خلاص مهما كان التاني هتبقى false ماشي طيب ميجي للمسال اللي احنا بنقول عليه عد من واحد المية ولو تعيد اخرج من اللوب يعني الشرط بشرط طيب نعمل الاند اند حد يعملها يعملها انت احمد وحطانا على الفيسبوك خلاص احنا عملنا مسالة على القور سريعا وفهمنا الشورت سيركت الهدف ان احنا نعرف الشورت سيركت واللونج سيركت ماشي هنعدد الوقتي من واحد المية ولو في النص نخليها بشكل علمي اكتر قبلت رقم خمسة وعشرين اخرج بره اللوب دايد ازاي حاجي هنا اختار قبلت رقم الخبرين عمله 4 4 i تتساوي int i تساوي 0 i اقل من 10 i plus plus ماشي هنقل بس لقص ده طاعة طاعة المين if ال i بتساوي 5 break يعني ايه كده انا بقول له لو انت لقيت ال i بخمسة خلاص اعمل break يعني ايه break يعني اكسر الفور ريب نشوف كده اللي هيحصل لما نجي نعمل run طبع طبع ايه طبع سفر واحد اتنين تلاتة ربعة كل مرة بيزيد ما فيش مشكلة الشرط مش بيتحقق لحد لما وصل في مرة لقى ال i بتساوي 5 فعمل ايه عمل break طب يعني ايه break يعني اكسر يعني اكسر الفور date خلاص ما تكملش شهر اقف على كده تمام مفهومة مفهومة طيب نيجي ناخد حاجة تانية نقدر نعمل فور جوه فور اه ينفع نعمل جوه فور جوه فور طب ازاي عايز عد مثلا دعا مثلا دعا عايز عد من 1 العشرة. وكل مرة لما اخرج انه ا burnout 1 2 3 4 5 6 6 9 10 Ronnie تنين اول 12 3 4 5 6 9 10 يعني اقل العشرة مع كل رقم اément او اخر مرات الاركام. ماشي? فدي اعملها ازاي? هعمل كده. مرات الارتزير لبه. ماشين في حد مش فاهم الشكل اللي قدامي ده واد هعمل فور وكل مرة اعمل فور تانية جواه يعني لما اي بتسوي زيرو هخش اعد الاعداب من زيرو لتسعة نعملها لتلاتة بس وهنا لتلاتة بس وهنا هبعة واي وهنا هبعة الجين ونشوف الشكل ده لما نحصل له قدامنا هاي حصل ايه بالزبط بصوا ايه اللي حصل هجيب هنا قدامكم هزا بنقطع صغير شوية جيه عند الاي اللي هي بصفر ودخل جوا الجيه طبع جيه بصفر بواحد باتنين وبعد كده رجع الاي باقي بواحد طبعا الجي بصفر بواحد باتنين كده الاي باقي باتنين طبعا الجيه صفر بواحد باتنين تمام فعمل تكرار جوه التكرار يعني عمل حلقة جوه الحلقة مفهومة مثال بسيط برضو اللي انا لسه قيله من شوية انا قلتلك عد من واحد لتلاتة بس بشرط في كل مرة تقول فيها رقم تعد من واحد لتلاتة تاني فانت تقولي ايه ؟ ؟ وبعد كده تقولي loots فكانت تقولي تقولي واحد ALI احد كده تقول لي ااث اتنين zero one هذه المنة حانعرف استخداماتها كتير اوي قدام يعني بنستخدمها كتير جدا جدا زي مثلا ثم اقول لك لف او اعمل اتقار على عدد الفصول اللي في المدرسة عشان ايه عشان اجيب عدد الطلاب فانا لو عملت تكرار واحدة على عدد الفصول هعد الفصول بس لكن انا محتاج جوا كل فاصل اخش عد الطلبة اللي جواه ماشي طيب البرك و الكنتينيو البرك خلاص عرفنا البرك بتعمل ايه البرك يعني لو جيت هنا وبرتلو اف انجي زاوي اتنين يعمل ايه فكده عمل ايه كده عمره هيطبع اا الاتنين عمره ما هيطبع الاتنين اللي هي بتاعة الجيل ليه لانه لما هيجي عنت الاتنين هيلاقي الشرط بيتحقق فهيخرج برا هيخرج برا الانر فور تمام البرك بتخليه يخرج من الفور اللي هو جواها بس لكن ما خرجش برا الفور الاساسية الفور الاساسية ملاحش دعوة طب لو قولنا له ان دي يببتساوي لو هيا بتساوي واحد continue ايه اللي هيحصل بقى الكونتينيو تفرق ان البرك في ايه البرك قصر قصر الفور خالص ما خليهاش تكمل لكن الكونتينيو قال له ايه قال له اعمل اسكيب للبرت اللي تحتية للجزء اللي تحتية ويكمل عدل فور يبقى انا ممكن عندي حلين اقولك لو انت لقيت رقم اتنين خلاص ما تكملش او اقولك لو لقيت رقم اتنين ما تقولوش واقول اللي بعده كنتينيو كامل دوت او ديت يعني ممكن نقول ايه باي باوس كده تفهمت فهمنا الفرق بين البرك والكونتينيو يا شعب تمام جدول الضرب طيب اللي عايز يسأل يسأل عشان كده هنخرج ببرا اللوب خالص فالعايز ينح يسأل في اللوب يسأل فيها دلوقتي تفضل بس ايه جدول الضرب ده الاول اه اه ممكن نطبع جدول نعمل جدول الضرب بال بالاتنين فور كويس جدا معلش نعمل مثال جدول الضرب سريعا البرك اجزت فور صح البرك بتساوي اجزت فور اخرج برا الفور الكونتينيو معناها باي باس او عدي اللي تحت ايه وارجع من كومل اللي بعدها البرك بتنهي الفور اللي جواها وبترجع للفور اللي برا صح احنا ممكن نعملها في فور واحد يعني اللي جوا القوسين دول ملهمش دعوة تماما باللي برا القوسين احنا بس كمثال بنبسط بيا نعمل مثال جدول الضرب كده سريعا نعمل جدول الضرب مثلا ايه مثلا اتنين مثلا او جدول الضرب كله من اول اتنين من اول اتنين حد تسعة صح كده وهنا من اول اتنين هنا بقى نعمل ايه من حد تسعة مين يقول لي كم تجيه هنا كام الصح ان انا نكتب الجيه هنا بكام ها عشرين بسم الله و شاء الله كتير اقوى عشرين دي ها طيب هوريكم احنا نكتب ايه و ليه الجيه بتساوي الاي الجيه بتساوي الاي و انا عشان هطبه على حد تسعة يبقى يساوي تسعة يساوي تسعة وهنا هقول اطبع لي ايه 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 في جيه 45 اتعلم وال 이거는 ايه عايزل shootings اوع اشي بلا ب takim اقدم اعلم بقعة با با جيه وال كي je ايه الهولوغريف اللي انا بعمله ده مفيش انا قلت له اتنين في اتنين بيساوي اربع ليه قلت الاي بيتساوي جيه احنا انا ببنجي نقول جدوى الاربع جدوى الاربع هو في هنا حاجة بزعله اه في كوس ماناشي بشترين اوه زعلان طبعا لان جدوى الارب ضربه جديد شوية فكله هني جاني بدأ في اتنين اتنين في اتنين باربع اتنين في تلاتة بستة اتنين في اربعة بتمانية اتنين في خمسة بعشرة لحد تسعة وبعدين بدأ من تلاتة طب ليه بدأ من تلاتة لان دلوقتي الاي بقى بتلاتة فانا مش عايز اقول تلاتة في اتنين بكام ما نعارف تلاتة في اتنين بكام فببدأ الاي بتساوي الجيه فكده هاوصل لحد لما اوصل في الاخر تسعة تسعة في تسعة بكزا وخلاص او هنا صح احنا جدوى الارب بنقول لحد اتناشر صح يعني اند سو اون احنا عملنا التسعة بس ممكن هنا اعدي لك الليها اتناشر وهنا بحد اتناشر مفهوم مسال جدوى للضرب ولا صعب شوية المسال بتاع جدوى للضرب تمام يعني زادة تسعة عشر انا مش عارف يعني زادة تسعة عدنان طبام كله فيهم جدوى للضرب تمام بتزيد بيكون القيمة اللي ابتدائية بتاعتها هي قيمة الاي عشان يبدأ سبعة في سبعة على طول فالسبعة دي كومت الاي فبدأ منها وكمل لحد التسعة زي ما احنا كنا عاملين هي وطبع الناتج تحت مفهوم كده الكونتينيو بقيت مفهومة والبريك مفهومة الكونتينيو عشان اكمل من غير مخرج من الفور لكن البريك عشان اوقف الفور خالص واخرف برا الفور ماشي طيب ننجي في اخر حاجة السويتش ايه السويتش سويتش يعني ايه حول تمام طيب انا دلوقتي عايزك تختار مثلا يا مثلا عدنان لان هو كان بيجاوب عايزك تختار حاجة من واحد لعشرة اختار اختار رقم من واحد لعشرة ثلاثة لما انا قلتلك اختار من واحد لعشرة اخترت ايه اخترت رقم واحد صح؟ تمام السويتش برضو كده بيخش لها رقم واحد بس بيخش لها رقم واحد بس وبناء عليه تعمل حاجة يعني انا مثلا في الماغي كده لو عدنان اختار ثلاثة هقول له انت كويس ولو عدنان اختار اربعة هقول له انت ممتاز ولو عدنان اختار خمسة هقول له انت مية مية فعدنان اختار ثلاثة فقلت له انت كويس طب نترجم الكلام ده ازاي نيجي هنا نعمل واحد ثاني الترجم اختار ثلاثة نترجم الواحد بكم شرق دقائق نول ميط catches لو هي تلاتة لو هي مسلا ستة بقى. هيتبع ايه? اقول ان انت اخترت ستة. فكده لو جيت اعمل رن لبرينامج هيتبع لي ايه? هيتبع لي ان انا اخترت رقم ستة. ازاي? دخلت القمة هنا. فبقول له في حالة ان هي بتساوي واحد اعمل كزا. ايه ده? طب وايه بريك دي? ليه بريك? عشان ما يدخلش في القمة اللي بعدها. طب وهو لو دخل هنا في القمة دي هتفرق معي اساسا? مش هتفرق معي. بس ليه؟ بوفر وقت في البرمجة على الاشراغة نفسها. ماشي؟ يعني هنا ومجرب ما خلصت دي خلاص بريك ما تكملش السويتش. طيب وهنا بريك ما تكملش السويتش. وهنا ممكن هنا برضو بريك ما تكملش السويتش. في حاجة مهمة جدا بقى. طب وايه دي فولت دي? لو انت ملاقيتش الكويمة موجودة في ولا حاجة من دول اعمل كزا. يعني مسلا لو الرقم خمسة. مسلا بقولت له اطبع. اطبع النتيجة. هيعمل ايه? هيخش جوه. لا هنا. هي بواحد. هي الاي دي. بتساوي واحد? لا. طب بتساوي اتنين? لا. طب بتساوي ستة? لا. خلاص يبقى واي دي فولت اطبع نطف رينج. طب نتخيل كده ان انا هدخل ستة. هدخل ستة. وهشيني بريك. بلاش هشيني بريك من هنا? هدخل اتنين وهشيني بريك من هنا. وضع قطعين اللي يطبع. هيطبع قمتين. ايه هما بقى القمتين دول? هنا اعرفهم دلوقتي. اطبع. دخل هنا وحققها. لحظة واحدة معلش اسزان كود ايها واحدة بس ها. واقف تسجيل وارجع بس سواني لحظة واحدة. بينفذ اللي بعده برغم ان قمتها بريك بس هوا ازاي لما هو اشيه دي. تاني معلش السؤال. يعني ايه بينفذ اللي بعده برغم ان قمتها بريك بريك بينفذ اللي بعده. ممكن السؤال تاني. البريك يا جماعة بتوقف السويتش خالص. كويس. هي كيس ان هي بتساوي اثنين اعمل اللي جاي كله. يعني هي نعملها كده زي نظام ايه. فلوق فوكسكيوشن يعني شوية حاجات هتتنفذ ورا بعضها. بس هبق منين مثلا. مثال بسيط جدا ممكن نتكلم فيه. مثلا انا عندي ارقام من واحد لعشرة. انا عندي ارقام من واحد لعشرة. قلتلك ابدأي من خمسة. هتعملي ايه. هتقولي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. لكن لو قلتلك خمسة وقفة هتعملي ايه هتقولي خمسة بس. كويس. فالكيس زي انا بختار هبدأ منين. بالبسيط خالص كده هختار هبدأ منين. زي لو قلتلك ابدأ ايه من اتنين. انت بدأت من الاتنين. دي الستارت بوينت بتاعتك. دي الستارت بوينت بتاعتك الاتنين. وهتكملي. لكن لو لقيت بريك هتخرج. ده ابسط شرح ممكن نلاقيه في الايه في السويتش يعني. ان انا بابدأ. بيقارن الرقم عشان يبدأ من عنده. بيقارن الرقم عشان يبدأ من عنده. يعني بيقارن هي كيس اتنين اه طب هبدأ بقى. كل فهم الكيس. سويتش كيس. البريك اكيد اسرع. البريك مش هيخلي اللي بعديه يتنفذ. خصوصا ان مثلا ان انا دخلت رقم واحد. تخيل لو دخلت واحد. وانا ما عندش ولا بريك. الا هيحصل. هيطبع لكل حاجة. ودي حالات بنحتاجها. يعني احيانا بنحتاج ان احنا ما نكتبش بريك. او نجمعهم مع بعض. عايز ان نفذ حاجة وبعدين ان نفذ حاجة تانية. وابعدين ان نفذ حاجة تالتة. زي انا مثلا جيت بقولك. لو قلت لك واحد, معناها تجيب العاشا وتاكل وتنام. ولو قلت لك اتنين معناها هيكون يبقى كده مثلا العشا موجود تاكل وتناب ثلاثة يبقى تناب فانا هبدأ من اين ممكن اقول لك من واحد انا احتاجت ان انا اقول لك ابدأ من واحد فهتبدأ الخطوات كلها ابدأ من اتنين هتبدأ من اتنين وكده يعني انا جبت مثال العشا عشان ايه نفوق الناس شوية ولا الناس فايقين طيب الجدول ده ما شاء الله الدعم الفن عطول فايق الجدول ده مهم جدا مهم جدا طيب لكن مش هنفع نشرحه في الربع ساعة اللي متبقين ليه عشان نفشي عليهم واحدة واحدة هتاخد وقت طويل كويس فالجدول ده هنخلي ان شاء الله للمرة الجاي ماشي ممكن ناخد بس الايه الكاستنج في حاجة اسمها كاست او تحويل يعني ايه تحويل دي هنكتب بيها النهاردة ان شاء الله فاكرين موضوع الانتجر واللونج والفلوت والدبل لما كنت بحط قيمة لو جيت دلوقتي جدا عندي هنا مسلا دي قيمة انت وهنا شورت قال لي ايه طلع غلط ليه غلط ينفع اجيب حاجة وزنها او حجمها تلاتين سنتي احطها في علبة عشرين سنتي ما ينفعش فانا لازم اعمل كاست لازم احولها وكون انا الوحيد المتحمل للعاقب دي ازاي انا هنا بقول له انت انت اه لا اعمل لي كاست هو الواحدة هيقول لك اعمل لك كاست قول له ايوة اعمل كاست اعزا شورت فتشالت الايه العلامة الحمر بس انا لو جيت هنا وقولت انت دي تساوي مثلا تمانية الشورتة هنا بقى يقومتها بكام؟ بتسعة هقول هنا دي بتساوي اس ما اعترضش ليه ما اعترضش لان انا بقول له هات حاجة حجمها عشرين سنتي حطها في علبة من ساحتها تلاتين سنتي هلا هيعترض في حاجة؟ مش هيعترض تمام؟ فدوت الكاستنج الكاستنج في عندي حاجتين امبليسيت كاستنج وايكس بليسيت كاستنج اللي بالسهم الاصفر قدامنا ده ده معناها اوتوماتيك انا هستطوب بالشير معنش رحمين بجدول اللي قدامنا ماشي؟ ماشي؟ وبشر فصل تقريبا انا دلوقتي قدامي اسهم صفرة الصفرة دي بمعناها ان من النوع البيت للشورت مفيش مشكلة عادي من الانت لللونج مفيش مشكلة من الفلوت للدابل مفيش مشكلة لانه كل واحد فيهم الوعاء بتاعه اكبر او مساحته اكبر في الميموري فما عندوش مشكلة لكن من الضابل للفلوت عندي مشكلة ولازم اقاد القاست طب ليه بيخليني او بيجبرني ان انا اقاد القاست طالما هو هيقدر يعمله لانه زي ما بيقول كده ايه؟ انت المسؤول عن نفسك يعني لو فيه قيمة كبيرة في اللونج اكبر من الانتجر هياخد القيمة اللي موجودة في الانتجر بس من اكبر قيمة يقدر يشيلها الانتجر من اللونج ويحطها ويرمي بقيت القيمة دي الصورة مقلوبة طب نلفها بسرعة بس القسم ما بتتقلبش ماشي تمام يبقى انا قلت لو انا هحط مثلا كويس جدا لو انا اعمل بيت للشورت عندي قيمة بيت خمسة هحطها في شورت هيبقى في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة الشورت يقدر يشيل خمسة مستريح طب لو انا عندي قيمة شورت انا عندي المايك شغال كويس بتهالي الانتجر معاني كويس طيب لو انا عندي قيمة شورت 200 مثلا الشورت عندي 200 خلاص؟ وجيت احطه في ايه؟ في البيت اللي هو اخره كام؟ البيت قولنا اخره كام؟ لا انا شباب البيت ايه بالزبط 127 ماشي؟ إيه اللي هيحصل؟ تفتكروا لما اخد المتين احطها جوان مية سبعة وعشرين إيه اللي هيحصل؟ هياخد الكومة اللي يقدر عليها والباقي مش هيقدر يحوله تمام؟ بس ما بتبقاش بالشكل ده بس يعني هقول لكم ازاي؟ عايز اعمل لكم شير لمثال قدامي لحاجة انت انا مسلا نعمل قدامي لحاجة نعمل المثال اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة